أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى من حل بفنائك السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين السلام عليك وعلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون أيها المفجوعون بمصاب سيدكم أبي عبد الله الحسين السلام عليكم وأنتم تحيون هذه الذكرى العظيمة هذه الذكرى التي أبكت النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل حلولها بأكثر من خمسين عاما كثير من المناوئين كثير من المناوئين ومن الذين زكمت أنوفهم من أن يشموا هذه الرائحة الطيبة رائحة ريحانة رسول الله عطر أبي عبد الله الحسين لذلك يستكثرون إقامة هذه المراسم ومجالس العزاء وأحياء هذه الذكرى وكأن قائلهم يقول ما الداعي لإحياء هذه الذكرى لماذا تجددون الحزن في كل عام أما تعلمون أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيد شباب أهل الجنة وأنه في الجنان في أعلى عليين فلماذا لا تفرحوا ولماذا لا تبتهجوا فلماذا تبكون تفتوا أيها الأحبة ما هو السبب ما هو السبب الذي دعا أولئك الذين ينتمون يعني إلى الأمة الإسلامية يفترض أنهم مسلمون وأنهم يستشعرون هذه العمور كما يستشعرها كثير من المؤمنين تفتوا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز عندما وجه خطابه إلى نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال قل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فكيف نظهر هذه المودة كيف نكون من الذين يودون آل البيت صلوات الله وسلامه عليه المجمعين هذا من جانب الجانب الآخر فاجعة الحسين أبكت النبي صلى الله عليه وآله قبل حصولها بخمسين عاما روى القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصادق عن النبي أنه خرج ذات يوم على أصحابه في المسجد وكان باديا على وجهه الحزن فسألوه يا رسول الله ما الذي يبكيك قال الآن كان عندي جبرايل وقد أخبرني أن أمتي تقتل ولدي هذا وأشار بيده إلى أبي عبد الله الحسين وقد بكيت لذلك عجيب لمن يستكثر البكاء يقول لك تعاليم الإسلام أحيو الدين أحيو القرآن أحيو العلوم لا بأس بهذه الأمور هذا كلام من باب دس السم بالعسل نعم ومن قال لك لا نحيي العلوم آل محمد ومن قال لك لا نهتم بالقرآن وهل أن الحسين صلى الله وسلامه عليه يفترق عن القرآن أبدا وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا ولن يفترق حتى يرد علي الحوض لا يمكن أن نفرق بين القرآن وبين العطرة فأحياء ذهن الأمة بصيرة الأمة عقل الأمة يكمن ببيان فضل الآل ومنزلتهم ومراتبهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها لذلك نبكي نبكي على الحسين صلى الله وسلم عليه لأنه أقدس خلق الله في زمانه وقد أحيط به وفعل به ما فعل قضية مؤلمة جدا آلمت قلب رسول الله صلى الله عليه وعاله وعقد لذلك لمجالس البكاء على ولده الحسين مرات عديد عشرات المرات بعض المؤرخين وثق قرابة أكثر من سبعين موضع بكاء فيهما فيها رسول الله صلى الله عليه وعاله فهنيئا لمن عزى النبي وأمير المؤمنين وفاطمة والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذه المناسبة الأليمة ولكن أيها الأحبة علينا أن نلتفت في هذا الوقت العصيب على أننا لابد أن نسير على منهاج العئمة عليهم السلام بتمسكنا بكلام مرجعيتنا نحن نمر في أزمة وباء وخطر على النفوس وعلى الأرواح فعلينا أن نقيم هذه المجالس ونقيم هذه الشعائر ولكن علينا أيضا أن نلتزم بما يقرره أصحاب الاختصاص فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خدام الحسين ومجالس الحسين وشيعة الحسين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحشرهم الله سبحانه وتعالى تحت الواء أبي عبد الله الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة